إسراء صالحة فتاة مصرية دخلت مجال التدريس بالصدفة لكنها قررت أن تترك بصمة في عبر تعليم الأطفال حروف اللغة العربية من خلال الأماكن اللي بتبدأ بنفس الحروف طريقتها غير تقليدية جذبت كثير من الأطفال ده اللي دفعها أن هي تعمل أو تعمل صفحة تنشر فيها البقاتها الفيديو الخاصة بيها وتطلق عليها مصطلح سوبر أبلة وهي كلمة أبلة هي كلمة بالعامية المصرية يقصد بيها معلمة بتنضم إلينا من القاهرة إسراء صالح صاحبة صفحة سوبر أبلة إسراء مساء الخير وأهلا بيكي سعيدة بوجودك معنا يعني الحقيقة أنت عملتي حالة جميلة بين الأطفال والمتابعين على السوشال ميديا أصلا التدريس مش أمر سهل خصوصا كمان للأطفال والسن الأصغر لكن المفاجأة والفكرة أنك لم تدرسيك تشفتي بالصدفة حكي لنا أكتر مساء الفل القصة بدأت أن أنا في الجامعة أو يعني مرحلة الانتقال ما بين سنوية عامة للجامعة كنت أدور على حاجة أشتغلها في الصيف فلإني كنت أعرف لغة إنجليزية كويس وكنت متخرجة من مدرسة لغات جاءت لي فرصة أن أشتغل في إنترناشنال نيرسري وبعدين بدأت أحس أنه في مشكلة أنه العربي دايما مكروه لأنه ما بيتدرس بنفس الطريقة فطول الوقت كنت بحب أطور كنت بدرسي لغة عربية أو اللغة الإنجليزية أكتر وكتر لغات إسراء لا إنجليزية 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 مش عربية وبعدين حسيت أنه فيه مني كتير قوي لكن كنت عايزة تميز فبعد مشوار طويل من حامل حاجات كتير اللي هي علاقة بالمزيكة والحكي والمصرح والشغل في البزنس فحسيت أن أنا ممكن أطور كل المهنرات اللي عندي وأحطها في حاجة واحدة شغفي أنا درست في جامعة القاهرة كلية حقوق قسم اللغة الإنجليزية واشتغلتي قبل ما تشتغلي معلمة فبس عندي حظ أن والدتي يا الله أرحمها كانت قبل ما اشتغل معلمة خالص أنا اشتغلت عندي 15 سنة ونص بدأت من سن صغير جدا بدأت تجربة مبكرة جدا إيه اللي دفعك كده أنك تعملي لصفحة سعدي الأطفال فيها على أن هم يتعلموا اللغة العربية من ثلاث سنين كنت بشتغل كبارتايم جوب أني أدرس لغة عربية بالطريقة اللي أنا ابتكرتها دي بس للولاد اللي في مدارس انترناشنل وبعدين بعد فترة اكتشفت أن الولاد اللي في مدارس حكومة عندهم نفس المأساة أنهم مش بيحبوا العربي ما عندهمش خلفية قوية عن اللغة العربية لأن المناهج فيها مشاكل فقررت أنهم زي ما أنا باخد فلوس من الولاد اللي في مدارس انترناشنل واجبي يعني كنوع من ذكاة العلم أني أعلم الولاد التانيين وكله بيبقى موجود على الانترنت والفيسبوك ويوتيوب وكده فإن أنا خلي الكنتنت بتاعي والمحتوى متاح بشكل من غير فلوس يعني بلا مقابل اختيارك للأماكن يا إسراء كمان كان شايق جدا ما كانش اختيار عشوائي أو بس مرتبط بفكرة الحروف لكن كنت بتختاري أماكن بتهدوفي أن الأطفال يعرفوا بلدهم من خلالها خلينا شوف الأول مقطع الفيديو ده ونرجع نعلق علي سوبر قبلة مع حرف القاف راحت مدينة اسمها القصر مدينة القصر مدينة رائعة زي ما انتوا شايفين ده مدخل القصر وده جامع اسمه جامع الشيخ نصر الدين اتبنى على الطراز الأيوبي مدينة القصر ليها طبع غريب شوية كانوا بيخلوا الطرق بتاعتها زجزاج بحيث لو حد بيجري أو غزاء بيجروا وراء أهلها يدوه ده شكل البيوت مبنية من الطوب اللبن وده شكل مأزانة الجامع بتاع الشيخ نصر الدين القصر كانت قصر زمان فعلا وكانت محطة بيعدي عليها الناس في طريق الحج وهم جايين من شمال أفريقيا تقدروا تشوفوا قد إيه هي حلوة وأن كل البيوت فيها مبنية من الطوب اللبن إسرائي قصة الأماكن اللي اخترتيها المقاطع الفيديو التوضحية اللي بتدرسي فيها اللغة العربية يعني شيء غير تاريخي تماما وكمان إيه ردود الفعل بقى اللي بتجيلك على المقاطع الفيديو اللي بتنشرها أنا مش بدرس الحروف بس بالأماكن بدرسها كمان بالغنى والارتجال وبإن إحنا نرسم الحرف بحاجة مميزة لي وبإن إحنا بنلعب لعبة زي أوتوبيس كومبلي اللي خلاني أعمل كده أنه كان عندي تلميز هو في مدرسة انترناشنال بيعرف يتكلم ألماني وفرنسيوي وإنجليزي وميعرفش حاجة عن مصر غير الأهرامات فقعدت أحكي له أن في حاجات وبعدين كل ما ندور على محتوى نلاقيه أنه طويل فيزهق فقررت أنه في أماكن محدش يعرفها خالص موجودة حتى في القاهرة زي مثلا جامعة الظاهر بيبرس اللي رحناه في حرف الظاه وكان عندي فرصة أن أروح لوادي الجديد في رأس السنة وفي الحقيقة ليت دعم كبير قوي من هيئة تنشيط السياحة فكان عندي فرصة أن أتفرج على كل الأماكن فلاقيت أنه فرصة نعمل رحلة حرف القاف والدال في مدينة الدخلة ومعبة دير الحجر هينزل بعد كده يعني رد الفعل من الولاد مبسوطين قوي لأنه الفيديو قصير جدا فما بيديهمش فرصة أن هما يزهوا وبقولوا بشكل حدوتة عن المكان وبحط حاجات بالدحك ونتكلم عنه بشكل مبسط فبيحبوه قوي وبيبعتولي على الإنبوكس في البيتج أو كده أن هما مستنين الرحلة الجديدة مستنين الحرف الجديد عايزين الأغنية وهكذا يعني أخيرا إسراء إيه هدفك من مقاطع الفيديو اللي أنت بتصوريها شايفة أنه هي هتساعد فعلا على أن الأطفال أو الجيل الجديد يحب أو يرتبط مرة أخرى باللغة العربية هدفي أنه كل حد في مصر أو في الوطن العربي يحب اللغة العربية يرجع يكتب بطريقة إملائية صحيحة بدل الهمازات اللي بنشوفها على الأبرو وهي مكان عصد إذا أصلا الكتب صح وإذا نطق حرف إذا نطق القاف والضاء والثاء وحرف الزاء يعني في حروف كثيرة جدا تنطق بأشكال مرعبة فحلمي أن الولاد يتكلموا عربي ويلقوا نفسهم في اللغة ثارية لأن معهم كنز لتالت أصعب اللغة في العالم بعد اللغة المندرية اللي هي اللغة تستخدم في الصين واللغة التانية على العالم هي لغة غير حية فإحنا معنا كنز ومحتاجين نعرفه بسهولة يعني دايما نقول أن في مثال أنه اللغة الإنجليزية الأكثر تعميما في العالم صعب جدا تطلع من كلمة زي جي أو دي أكثر من كلمتين اللي هي جاد ودوغ بينما حاء راء باء نطلع منها كل الكلام اللي في الحياة أكثر من 30 كلمة في ثلاث حروف بس لكن اللغة العربية طبعا لغة ثارية ده أشكرك على المبادرة وعلى وجودك معنا إسراء صالح صاحبة صفحة سوبر أبلا شكرا لك ختم حلقة اليوم من مؤثرون الأسبوع المقبل حلقة جديدة ومؤثر جديد إلى المقبل